اشتركوا في القناة فالصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الطيب المبارك نتكلم اليوم حول موضوع الحب في الله الحب في الله هو حبك لله سبحانه وتعالى وأن لا تحب شيئا إلا لله وهذا الحب هو حب التوحيد أي هذا الحب يعتبر في هذا الحب يعتبر أنك توحد الله سبحانه وتعالى أو توحد الله سبحانه وتعالى فأنت تحب الله وتحب رسوله الكريم وتحب التابعين وتحب الصالحين وتحب الآيبين وتحب علماء المسلمين وتحب كتاب الله سبحانه وتعالى وتحب كل عمل صالح وهذا الحب هو الحب في الله هذا الحب هو الحب في الله لأن كل شيء تحبه من أجل الله سبحانه وتعالى وهذا هو عين التوحيد أما أن تحب شخصا وتبقله وتعظمه وتقدره وأنت تعلم علم اليقين بأن له أعمالا لا ترضي الله سبحانه وتعالى وأنت تظهر أو تظهر حبه لماذا لماذا كل هذا التباط تتعامى عن أخطائه وتمنحه ودك وتمنحه محبتك وهو مقيم على معصية كل هذا من أجل مصلحة دنيوية لا تسمن ولا تغني من قوع فهذا الحب يعتبر خارج رضاء الله سبحانه وتعالى بل يصيبك منه إثم كبير فقد آثرت حبه لمصلحتك ولمصلحة دنيوية على رضاء الله سبحانه وتعالى وقربه منك أو وقربه منك نقرب هذا المعنى بمثال على سبيل المثال فقد تشتغل في مطعم وراتبك مميز راتبك في هذا المطعم مميز ولهذا المطعم شهرة واسعة ووضعك المادي فوق المألوف وأنت لا تريد أن تفرط على نفسك هذه المكانة يأتيك من الزبون طلب في إحضار خمر على سبيل المثال في إحضار خمر توافقه وتحضر له الخمر وقد يأتي العمل بأن تصب له في الكاس وتقول في نفسك مالي وماله أنا ليس لي دخل هو الذي يشرب الخمر وأنا لا أريد أن أفقد أن أفقد وظيفتي المميزة وراتب الخيالي من هذا المطعم لهذه الأسباب وتحاول أن تبسط لنفسك المشكلة وتجعلها صغيرة لا تستحق أي اهتمام لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ هان عليك الله من أجل مصلحة مادية؟ هان عليك الله من أجل وظيفة دخلها مثالي أو خيالي فأنت قد ضيعت حب الله في قلبك هنا فقدت التوحيد وقعلت حب المال وحب الوظيفة فوق حب الله سبحانه وتعالى أو فوق حب الله أو فوق حب الله سبحانه وتعالى ألا تعلم بأنك لو آثرت حب الله على حب الفتاة الدنيا وما فيها لعوضك الله ما هو أفضل وأكرم وعلى ما أنت عليه الآن أولا تعلم بأن هذا الوضع الذي أنت وصلت إليه وما فيه من سعة في الرزق فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره لك وهو الذي أوصلك إلى ما أنت فيه من سعة فقد سخره الله لك كي يبتليك وكي يعلم مدى إيمانك وقوتك ومدى شكرك لله سبحانه وتعالى على ما أنعمه عليك من خير ورزق لذلك أيها الأحبة الكرام ينبغي تطهير القلوب من حب الدنيا ينبغي تطهير القلوب من حب الدنيا وخاصة في المواقف التي تتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى فالحياة حياة القلب والموت موت القلب لذلك يجب علينا أن نحيي قلوبنا بالمعرفة وبالإيمان نحييها بالاستقامة والعمل الصالح نحييها بالتوبة والرقوع إلى الله سبحانه وتعالى نحييها بأن ما دون الله فهو مرفوض بأن ما دون الله وما يبغض الله سبحانه وتعالى وما يكرهه الله فهو مرفوض فالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وقبل كل شيء لذلك أيها الأحبة الكرام أقول لنفسي ولكم ناصحا كل شيء تتركه لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته سوف تضمن يقينا بأن الله يعوضك بما هو أفضل وبما هو خير لك في الدنيا والآخرة هنا تشعر بالرضا في حياتك لأنها حياة المحبة لله وفي الله حياة عامرة بالتقوى عامرة بالطاعة ويأتي هذا العمل أو يأتي هذا الأمر بالعمل الصالح وبالصحبة الصالحين وبالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة وبالذكر الكثير أي بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا حتى تبقى هذه النفس متعلقة بالله سبحانه وتعالى وتبقى متعلقة حبها لله سبحانه وتعالى وكل ما دون الله لا قيمة له عندها من هنا تصفى الأنفس وتنجل الخبائث ويشع القلب نورا فلا تصفى الحياة إلا بمعرفة الله ولا تهنى بالحياة إلا بطاعتك لله ولا تطمئن للحياة إلا بقربك من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الحياة كلها وهو السعادة كلها وهو الراحة كلها وكل شيء لله وهنأ بحياة المحبة في الله تستقيم لك الحياة وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة ودمتم برعاية الله سبحانه وتعالى بالخير والسعادة والمحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة